اهلا وسهلا فيكم مرة تانية احنا شرحنا بالفيديوهات الماضية عن الافنت المناسبات اللي بتصير عندما تبدأ اللعبة ومع كل فريم بتم عرضه احنا شرحنا اشي الفريم بالثانية واحدة فيه ستين تسعين متة فريم على حسب الكمبيوتر اللي عندك فخلينا نشوف الافنت بقنب ليه هاي شرحناها خلص ما نصر الها داعي وشرحنا الافنت تيك كمان شرحناها هي كل فريم ما بناشي اياها نمسح وهي خلنا نمسحها الآن خلنا نمسح هاي الآن عندنا باقي الافنت اكتور بجين اوفرلاب ايش القضية احنا نحن باقي اخر واحدة هاي عندنا نشرحها بالافنت غراف الفكرة في الموضوع هون بيحكي لك انه لما يصير في تصادم او بالاصرح مشترك تصادم تلامس تداخل تداخل اوفرلاب يعني تداخل بين مجسمين في هذا العالم ايش بدك يصير فاحنا نشرح التلامس قبل ما نشرح التلامس لازم نشرح شوي عن المجسمات خلينا نضيف مجسمات التلامس تعالوا نضيف مجسمات التلامس كل استصادم بوكس كولوجين سفير كولوجين سفير كولوجين وكابسول كولوجين لدينا ثلاثة اشكال نحن نستخدم الثلاثة الرئيسية بوكس كولوجين نضيف الأخير نضيف الأخير سفير كولوجين لدينا الآن 1 2 3 الآن نريد أن نتحكم في هذه الثلاثة في مكانهم ونضيف عليهم خاصة لأن لو جئنا للعالم لنبدأ اللعبة لنبدأ لن نقوم بالأخير ماذا نفعل نحكي لهم انه يظهروا أولاً، دعنا نطلع على فوق لنضيف هاتف لننزيح على يمين وننزيح السفير لننزيح الكالكالفون كابسل وننزيح السفير الآن فصلنا نقوم بإمكانهم الروت دعنا نضيف الأصل فقمز الان صار عنا المجسمات كلها صار عنا كل المجسمات طيب بدنا الان نحط شغلة دعنا نختار المكعب اول شيء وننزل نشوف شوف هنا لدينا فيزي بلدك او بدي ان نشاف طيب هيدن انده جيم لا بدي اشوف جوا اللعبة الان بسوق المنزل بسوق المنزل بسوق المنزل الان ليس ما بدت اللعبة دعنا نضغط بلا شوفنا ممتاز فالان احنا عنا الثلاث مجسمات دعنا نظهرهم عشان نستخدمهم شوي ستوب الكابسل وان الثاني هيدا انجيم اظهرها هيدا انجيم هيدا انجيم اظهرها هيدا صورنا شايفين المجسمات اثناء اللعبة فالهدول بدنا تصادم معاهم انت مرة تخبط ترجع بس رح تمر من خلالها فهذا التلامس حاليا تمام بس لو قربتنا بالمكعب هيدا طيب الان نرجع مرة ثانية نشرح تفاصيل ثانية دعنا نرجع للإفنتغراف ونقل له دعنا نحدد البوكس ونقل له عند التصادم اعمل لي دعنا نقول له عند التعفن عند الـ المكعب برنت سترينغ برنت سترينغ ايش نحن يحكي دعنا نكتب هلو زي ما تعلمنا بل لازم لما يدخل في الكرة أو في السفير أو في المكعب يكتب هلو خلينا نشوف هلو أهلا وسهلا بالتانية نفس الاشي ونفس الاشي في المكعب كلما تنامس مع واحدة رح يكتب هلو طيب هاي تعلمناها ممتاز ايش الفكرة اللي بهمنا بهمنا انه في الحالة هاي انت ممكن تعطيها صورة مثلا نار لما يلمسها ينقص روح واحدة فهاي فكرة التلامس عند التلامس بين اللاعب ومجسم اخر بصير عندها يا ازديد في الهلث يا نقص في الهلث بس احنا منستخدم كلمتها لو بدل الاشياء هاي لانه هاي بدها قود اطول شوي سطور اكثر نوتس اكثر فاحنا منستخدم بس نشوف الاشي اللي احنا عملنا شغال ولا مشغال تمام بنا نعمل شغلة اضافية خلينا نختار المجسم هاد اللي احنا عطيناه الشكل من البيضر هاي ومشن نزل شوي تحت ناخد نظرة شوف هون عن كوبونت هيت في الخبط بقين افرلاب خلينا نحكي عند التصادم بين الكرة وهذا المجسم تقدر تكبس عليها بلاس فبيعطيك لحالة الايفن تبعها بدون ما تدور عليه او ممكن تكتبها سيرج فاحنا خلينا نستخدمها بهذه الطريقة تمام نرجع نعمل من هاي نسخة نقل له نقل له هيت تصادم هاي هيت مش تأفرلاب الفرق من الأفرلاب بدخله جوه بعض هيت بخبط فيه فخلينا نشوف عندما بصير التصادم هل بقبل هو ما رح يقبل مبدئيا بس لانه في شغلة نعملها بس خلينا نشوف نسوي التجربة عشان انا بده اوضح والله عملها تعال نشوف هاي شكلي انا عملها اكتف سميوليشن سميوليشن شغالة طيب هاي هي لو طفيناها رح يلتغي الأمر تعال نشوف هاي الهيت ما رح يكتبها كنتم نفكرها موش ممسويه اوكي ما كتبها الان ايش نتعلم نتعلم انه لازم نشغل في منطقة التصادم نعطيه انه نعم وافق اعطيه علامة الصح فلما تعطيه علامة الصح بصير يعرف انه في تصادم بصير يحكي هيت تصادم فهاي الشغلة مهمة تعرفها والتانيين اذا بتدخل فيهم بيعطيك هلو تصادم خلينا نعملها مرة ثانية هاي اعطانا كلمة هيت تصادم هاي بالنسبة لموضوع الـ Event Graph وبالنسبة لموضوع الـ Hit On component hit و On event actor begin overlap الان طبعا انت فيه اشياء اخرى يمكن تشوفها تشوف الاشياء المثلين موجودة على المسير overlap طبعا هاي ما رح يصير معها overlap خلينا نجرب هات تزبط يفترض انها ما تشتغل بس خلينا نشوي تجربة تشوفوا انتو كاتب هنا رقم واحد ركزوا كاتب رقم واحد يعني الصندوق اسمه رقم واحد المجسم تبعنا اسمه رقم واحد وهنا كتب رقم واحد لو استخدمت انا للسفير سيعطيني اسم سفير فلاحظوا انتو انو بكتب اسم الاشي اللي احنا ايش بدنا نسير لما يصير تقصاده مع السفير ماشي طب تعاوني نعملها طب خلينا نسوي تجربة على البيان اوبرلاب يفترض انها ما تشتغل لانه ما في اوبرلاب في هيته وبالسفير في الاصل ما اعطاني ايها شفتو بهاي اعطى اوبرلاب بهاي ما اعطى اوبرلاب لانه ما ما مر من خلالها بس استضم فيها فما رح يشتغل غير بس الاستضام لان الاشي هذا يحتاج لتصادم طيب تعالوا نعمل الان شغلة بدنا نعمل للكابسول فقط للكابسول ميسج خاصة فيها احنا بتذكروا لما قلنا على الممالك قلنا كل ما نزلت لتحت توقض خصائص فالان الكابسول بالجميع الاحوال ستوقض الخاصية العامة اللي يبوخدها من البوكس طيب تعالوا لحظوا انه هاي وهي هيكونوا نفس الاشي نفس الاشي بالضبط بس الفرق انه هاي للكابسول وهي لكل اشي موجود في الشجرة تبعيتنا تعالوا نخذ نسخة نحطها هون نسمي هاي سي كابسول كابسول طيب الان يفترض لما نخبط يطبع الاشي الرئيسي اللي تتمتع فيه الكابسول وكل اشي تاني والكابسول لحالها خلينا نجمي يطلعن هلو وكلمة كابسول بسطرين مختلفين نشوف الكابسول بالنص لاحظتوا كتب هلو كابسول ليش؟ لانه احنا اعطينا خاصية للكابسول لحال لو خبطنا الدائرة سيعطينا كلمة هلو لحال ايش اللي صار؟ تتذكر لما قلنا في المملكة انه كل شيء في المملكة كل ما تشعب تعطي خصاص اضافية فالان احنا هون الاصل البوكس بهذا بشمل جميع كل الاشياء اللي تحت البوكس الان لما اعطينا خاصية خاصة للكابسول جوه رح ياخدها الكابسول لحاله طيب لو اخدنا السفير خلينا نشوف السفير السفير هلو ليش؟ لانه احنا حددين مع انه السفير داخل الكابسول بس ما اخدهش ليش؟ لانه لما احنا عملنا حددنا كابسول فقط السفير بدو تحديد لحاله فهاي تصير خصائص خاصة في حاله هذا الفيديو بس بالنسبة لموضوع اتمنى تكون استفدتم والمهم جدا تركزوا فيه ولا تنسوا في حالة الهت لما تفوت على المجسم لازم تختار السميوليشن لازم تختار حتى يكتب لك التصادم لما عشان يعطينا كلمة هت فهاي مهمة جدا تخليها في بالك تعطينا كلمة هت ايش تعلمنا اليوم؟ تعلمنا التصادم وتعلمنا المرور من خلال الاشياء وممكن تعلمنا كيف نعطي كل واحد خاصية لحاله اضافية فوق الخواص اللي بتندرجة للقائمة كلها بالتوفيق بشوفكم في الفيديو اللي بعده ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة